ما أدري شنو فائدة الأسئلة والأجوبة ومناقشتها اليوم في هذه الجلسة في ظل هذا الغياب الحكومي الموجود وزير المالية الوزير المعني أو رئيس الوزراء بالتبعية غير موجودين فمجرد الحديث بهذه الأسئلة وعن هذه الردود أمر أعتقد أن غير ذي منفعة الرسالة الحكومية اليوم رسالة واضحة وهي تؤكد بكل تأكيد الأمر الذي ذكرناه في الفترات السابقة بين عدام الرؤية وضعف القدرة على تقديم عمل حكومي محترم استحقها الشعب الكويتي لكن حتى نبين بعض الأساليب التي استخدمها وزير المالية في الفترة السابقة في الرد على الأسئلة الكثيرة التي بعثناها له ويأتي بعد ذلك رئيس الوزراء ويشتكي من زيادة حجم الأسئلة وعدد الأسئلة على الوزراء ما خل الوزراء يردون أول شيء وإذا ردوا خلهم يردون بأجوبة صحيحة الأخ وزير المالية بعثنا له السؤال المذكور بخصوص شركة بخصوص غيت هاوس ردت علينا الهيئة العامة للإستثمار وأوصل لنا الوزير المالية جوابها وذكرت بأن أكدت الجهات الرقابية بأن البنك قام بتحسينات مؤثرة وصارمة في سياساته وإجراءاته لمكافحة قسر الأموال منذ العام 2018 وأنه لا توجد أي ملاحظات أخرى منذ تاريخه بهذا الشأن هذا الكلام رد رسمي على عضو في مجلس الأمة قبل ثلاثة شهور فقط قرامة موقعة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة على البنك بسبب تجاوزه اللوائح الموجودة الأمر الآخر هذا البنك فتح حساب لعملاء لشركة في الكويت بقيمة 62 مليون دولار أمريكي دون عمل الإجراءات اللازمة هذه الأجوبة المضللة التي تأتي من وزير المالية على الأسئلة التي نقدمها هي استهتار في مجلس الأمة وفي عام المجلس الأمة الأمر الآخر في سؤال قدمناه عن شركة سانت مارتنز أيضا تملك فيها حصة مؤثرة لهذه العامة للإستثمار كان الرد بسؤال هل استثمرت شركة سانت مارتنز في أي عقار خلال السنوات الثمان الماضية كان الرد بأنه نعم استثمرت هذه الشركة بعدة عقارات 16 عقار بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني خلال السنوات المالية الثمان الماضية بينما تغرير دوان المحاسبة لسنة 2021 يتحدث عن الصفقات التي أبرمتها الشركة في السنوات الثمان الماضية يتحدث عن أن الشركة لم تبرم أي صفقة منذ 2014 جوابين أحدهم لدوان المحاسبة يقول أن الشركة لم أبرمت أي صفقة والجواب الآخر ردًا على السؤال يقول نعم خلال السنوات الثمان الماضية أبرمنا 16 عقار وهذه هي قيمتها هي واحدة من الثنتين إما أنهم كذبوا على دوان المحاسبة أما أنهم تعمدوا التضليل في الرد هذه الأمور الأخ الرئيس تعطي انطباع واضح عن طبيعة الردود على الأسئلة التي نقدمها هناك تعمد أيضًا لتجاهل الإجابة على الأسئلة قدمنا سؤال واضح بخصوص البيت التمويل وبخصوص البيت الأهلي المتحد والمخصصات التي تعدت 170 مليون دينار التي خصصت في المنزانية الأخيرة ولم يأتي الرد تجنبوا الرد على هذا السؤال أيضًا أسئلة كثيرة بخصوص أسئلة بخصوص عضوية العضو المنتدى بالسابق في مجلس إدارة شركة دملة تقرير دوان محاسبة يتكلم عن خسائر ضريبية بلغت 177 مليون يورو حسب تقرير دوان محاسبة ومع ذلك لم يرد الوزير على هذه الأسئلة وجهنا أيضًا أسئلة كثيرة في أمور متعلقة بالجهات التابعة للأخ وزير المالية وتجاهل الرد على كثير من الأسئلة والأسئلة التي تم الرد عليها حوت كثيرًا من التضليل لذلك هذا الأمر لا يمكن قبوله وأنا أعتقد أن هذا الأمر هو الذي أدى في النهاية لهذا الوضع اللي نحن قاعدين نشوفه قدامنا اليوم هذا الاستهتار في التعابل مع مجلس الأمة يجب أن يقابل بحزم من أعضاء مجلس الأمة ويجب أن يكون للمجلس رسالة واضحة للرد على هذا الأمر الذي حصل كل شكرا خير رئيس